في جامعة الدول العربية تم زي ما كنت أقول حاركم في بداية الحلقة النهاردة على مستوى وزراء الخارجية وتم بنفس الشكل اللي بقى كل المسؤولين فيه بيتواصلوا مع بعض من خلال الشاشات من خلال دوائر التلفزيونية المقفولة علشان يناقش الأوضاع في ليبي خرج قرارات من مجلس جامعة العربية للوزراء الخارجية وخرج بيان محدد فيه أكتر من نقطة فيه تحديداً عشرة أو حداشر نقطة كلها مرتبطة بالوضع في ليبيا ومرتبطة بالسد النهضة أو الملف السد النهضة والتعامل مع إثيوبيا احنا هنتكلم مع حضراتكم بشكل كامل ان شاء الله زي ما كنت بقول لحضراتكم مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زاكي الخطوط العريضة اللي ممكن أقولها لحضراتكم هي اللي مرتبطة بنفس حتى التوجه المصري اللي تم إعلانه مؤخراً مسألة أنه التدخل العسكري الخارجي مرفوض ولم يعد من المحتمل أنه يفضل فيه ليبيا مسألة أنه وجود متطرفين وإرهابيين ومرتزقة في ليبيا ما بقاش موضوع أو أمر محتمل كل ده أعلنت عنه مصر بشكل مباشر خلال الأيام اللي فاتت واللي تم النهاردة تبنيه على مستوى جامعة الدول العربية وحننقشه إن شاء الله مع سيد سفير حسام زاكي الأمين العام المساعد للجامعة عايز أقول لحضراتكم بخصوص برضو المسألة الإقليمية ده إنه وفقاً لوكالة الأنباء السودانية لأنه لسه نتكلم على التدخلات الأجنبية أو المسلحين والإرهابيين السلطات السودانية أعلنت من خلال وكالة الأنباء السودانية عن إنه شعبة الاستخبارات العسكرية في أولاية القضارف اللي أعلنت إنه فيه كميات من الأسلحة والذخائر كانت مهربة في طريقها لأثيوبيا وتم القبض على ستة من المتهمين الناس اللي امتبعها هتبع عارفة إنه برضو على المستوى السياسي وعلى المستوى الحدودي فيه منوشات وفيه تحركات أو اعتداءات أثيوبية حصلت مؤخراً وده برضو ضمن نفس الملفات الصعبة جداً اللي احنا بقينا بنتعامل معها الأول كنا متعامل مع حريقة واحدة أو حريقتين دلوقتي متعامل مع حرائق مختلفة في أماكن متعددة جداً على امتداد الخريطة وده برضو موضوع هنتناقش فيه النهاردة